بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات ملحمة نورويتش سيتي في السلسلة دي بنحاول ان احنا نصعد بفريق نورويتش سيتي واسناء مشاهدة المباريات هنعلق على بعض الخطط وبعض الترتيكات وبعض النصائح المفيدة اللي ممكن تستخدمها وانت بتلعب لعبة الفوتبول مانشر قبل ما نخش على حلقة النهاردة احب افكركم بجروب التليجرام بتاعنا حاسب لكم اللي انت بتاعه في خانة الوصف تحت الفيديو والجروب بتاعنا على الفيسبوك لو احتاجت مساعدة هتبقى بشكل اسرع في جروب التليجرام او جروب الفيسبوك الا بينا ندخل على حلقة زينا على عكس لعبة الفيفا او البيس اللي ممكن اي حد يلعبهم انما لو عاوز تلعب فوتبول منجر لازم تكون بتفهم كورة لازم تكون عارف يعني ايه تكتيك لازم تكون عارف يعني ايه ادوار اللاعبين وايه الفرق مثلا ما بين الهوفباك وما بين الديفنسب ميدفيلدر لازم تعرف يعني ايه بذير تريد وازاي بتأصل على اداء الذاعب لازم تعرف ازاي تطور مهارات الذاعب وازاي تحفزه لازم تعرف ازاي يحط حصص تدريبية مناسبة للخطة بتاعتي لازم اعرف ازاي احل الماتش كل ده هتلاقيه على قناتنا كنا في الحلقتين اللي فاتوا بدأنا الاستعدادات الاولية بتاعتنا لتجهيز الفريق للمنافسة هذا الموسم قمنا بالتعاقد مع بعض اللاعبين الشباب وقمنا ايضا بتحسين العاملين لدينا في النادي النهاردة هنتفرج على الماتشات الودية اللي بنتلعب قبل البري سيزن وهنعلق عليها بالنسبة للخطة بتاعيتنا انتم عارفين ان احنا بنلعب بالكنترول بوزيشن او السيطرة على الاستحواز وكنا عدلنا على الخطة الاساسية وحنشوف ان شاء الله ضرب العالمين هل التغييرات اللي احنا اجريناها على الخطة الاساسية هتنجح ولا لا قبل ما نبدأ بس افرجكم على الماتش دي فات احب اوريكم هنا حاجة لما نقف في شاشة خطط الفريق او التكتيج لو انت بتلعب بالانجليش بتلاقي تحت جدا تحليل للمباريات الاخيرة اخر الماتشات اللي انت لعبتها بيجيب لك الايجابيات بتاعتها والسلبيات ده شيء جميل جدا السلبيات دي تتعالج ازاي لو انا ضغطت مثلا على الاستعواز ان احنا بنخسر الاستعواز يديني هنا نصائح استخدمها علشان اعالج بيها هذه سلبيات لو انا ضغطت على علامة الصحة انه تعديل على التعليمات المعطاة للفريق بحيث نقدر نعالج بيها هذا الخطأ او هذا العلم طبعا انا منصحكش انك انت من اول مباراة تبدأ تحاول وتعدل هذا التكتيج ده لانه ممكن في المباريات الاولى ما بيكونش لسه الفريق تعود تماما على الخطة بتاعتك او على تكتيج بتاعك فانصحك انك انك انت تستنى بضعة مباريات قبل تصحيح هذه الاخطاقة تعالوا نتفرج مع بعض او على المطش اللي فات ونعلق عليه عاوضة تشوف الكرة دي الهوف باك بيشتغل كأنه اداة ارتكاز ادي الهوف باك اللي مع الكرة بص بيشتغل اداة ارتكاز تستقل الكرة مرة اخرى ويبتد لي ادن الهجمات واد هنا كده الجور جميلة جدا تصفر عن الهدف هذه المباراة بالمناسبة مع بريق نوروش سيتي مع بريق نوروش سيتي تحت واحد وعشرين سنة وزي ما قلنا بتبقى فرصة طيبة ان احنا نتفرج على للاعبين الصغيرين بكرة هنا جميلة ولكن اعتقد انها هتسلم بص روكليل جاية نحن تساعد الواقعين وقود باعب جنب المؤدي بطرق بروبنية حيسحك واحد اوهم اللي حيضو خصوه فرديفات المكان في منطقة الجزائر زي ما اتكلمنا في حلقة قبل كده استغلال الدربات السابتة انصحك انك انت تتفرج على هذه الحلقة لانها من الاشياء المهمة جدا وحضيف كتير جدا لادائك مع الفريق كده تقريبا المباراة انتهت ما فيهاش القطات كتير ما فيهاش دروس كتير ولكنها كانت فرصة طيبة ان احنا نتعرف على لعبة عن طرق هنا بفرصة اتكلم على نقطة مهمة احيانا بتظهر لك كلاعب ان بعض اللعيب عندك وخصوصا الذعيبة الكويسة بيفكر انه في نهاية عقده ما يجددش العقد الباكريمين بتاعنا ماكس ارونز واضح انه كاتب كده يفكر في استكشاف الخيارات المتاحة له في نهاية عقده حانزل هنا عند مناقشة المسألة مع ارونز ونحاول نقنعه للبقاء معنا في النادي احنا في قصة الحالتين سنلعب سنة واحدة بهذا الفريق فمش هتبقى مشكلة كبيرة بالنسبة لها اردت فقد السماح لشخصك بمعرفة انني سأكتشف خياراتي عند انتهاء عقده بيبقى قدامك اكتر من رد ترد به عالي غالبا بنسبة 90% انت مش هتقدر تقنع عن اللاعب وخصوصا لو هو لاعب كبير بالبقاء معك في النادي إلا اللهم لو حققت بطولة او او صعدت مثلا للدور الممتاز ساعتها ممكن سيبقى النادي بتاعك اكثر جاذبية لهذا اللاعب للبقاء فيه فانا عموما علشان ما اصرش على الروح المعنوية للدعب سأعمل قبول مؤقتا حلقة زي ما تشاهدين كده اصبح اللاعب هنا مصرور حاكد الدعب حتى المورال بتاعه ارتفع تحليل مباريات الأخيرة ده من الحاجات المهمة جدا اللي احنا لازم نوليها اهتمام كبير اتكلمنا قبل كده في حلقة من الحلقات عن تحليل مباريات وحنتكلم برضو انشو قدر بالعالمين اكتر ولكن دائما انصحك انك انت متتجاهلش هذه الرسالة اقراها اضغط عليها واقراها هتفيدك بشكل كبير جدا في معرفتك للفريق ومعالجة اخطاء بشكل عام دي برضو من الاشياء المهمة اللي هتتظهلك من حين لاخر تطوير مهارات مدربين بتوعك هذه الدورات التدريبية ترفع من مستوى الطائم بتاعك فانصحك دائما تحاول تعملها لكل المدربين بتوعك اللي موجودين معك في الفريق دي برضو الحاجات المهمة جدا اذا هتظهلك وهي عقود اللاعبين اذا على وشك الانتهاء لما يبقى اللاعب مهم طبعا لازم تجدده قبل انتهاء بوقت كافي انا شخصيا بجيب موديل كورة بيتمتع بمهارة التفاوض تكون مهارة التفاوض عنده عالية جدا موديل كورة بتكون التفاوض عنده او التفاوض عنده بتكون عالية بتعاقد معه وبس ندري مهمة تجديد عقود ذعبي موديل كورة زي كده هتبقى فرص نجاحه انه هو يجاد العقد الذعيبة بشروط كويسة بالنسبة للنادي بتكون فرص نجاحه كبيرة جدا باجي عند الموظف اللي انا عاوز اجاد العقده بضغط عليه كريك يمين وباجي عند العقد واختار الخيار التاني اللي هو بتسند التفاوض على العقد لمدير الكورة عندك في الفرقة هذا هو اجتماع التوظيف اللي هنناقش فيه مخطة الفرقة للموسم القادم وحالة اللاعبين بتفحص عقود اللاعبين انا حتى لو اطيل عليكم هحضروا الاجتماع وارجع لكم تاني بالمناسبة قبل ما نبدأ المباراة احب اقول لك الاسكن اللي انا كنا عملنا عليه حلقة قبل كده الاسم الساس وتقدر لو تركت على الحلقة دي تنسل منها هذا الاسكن بيتحدى خيار ضريف جدا ان انت ممكن ما تلعبش المباراة يعني لو انت عاوز تذهب للنتيجة الفورية على طول ده اسكن من الاسكنات صراحة اللي عجبتنا عشان كده احيانا بيبقى ماتش انا وثق ان انا حافوز فيه او ما عنديش وقت ان انا فبختار على طول كلمة النتيجة الفورية موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 شكرا 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 نقاط القوة اشتركوا في القناة شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة